من تصنيفات أهداف المنهج المدرسي المجال النفس حركي أو المهاري يتناول هذا المجال المهارات الحركية وأفضل ترابط ممكن بين حركات العضلات أو أجزاء الجسم هذا المجال يشمل مهارات الكتابة والمهارات المعملية في مجالات الطب والهندسة وفي مجالات ممرسة الرياضة وغير ذلك فالمجال النفس حركي أو المهاري يهتم بتكوين المهارة وتنميتها لدى المتعلم ويتناول المجال النفس حركي المستويات التالية مستوى الملاحظة وهي أول مستوى في تكوين المهارة لدى المتعلم ولا تقتصر الملاحظة على النظر فقط لكن يمكن استخدام المتعلم حوال سوى الخمس في عملية الملاحظة كما أن الملاحظة تساعد المتعلم على تعرف خطوات العمل الذي يقوم به ثانياً مستوى التقليد وفي هذا المستوى يقوم المتعلم بأداء عمل متبعاً الخطوات التي شهدها في المستوى الأول كما أن هذا العمل في مستوى التقليد يتم تحت إشرافه من المعلم مستوى التجريب وفي هذا المستوى ترفع المراقبة عن المتعلم تدريجياً كما أن المتعلم في هذا المستوى يكتسب الثقة في النفس وتعرف على أخطائه ويتلافها مستوى الممارسة وفي هذا المستوى يبدأ تكوين المهارة فعلاً فيؤديها المتعلم بسهولة وبثقة من نفسه مستوى الإتقان وهو دلالة على تكوين المهارة لدى المتعلم حيث يؤديها المتعلم بسرعة كما أن المهارة في هذا المستوى تتصف بالجودة والإتقان المستوى الأخير هو مستوى الإبداع ويكون هنا إبداع حركي بمعنى قدرة الطالب المتعلم على إحداث نماذج حركية إبداعية جديدة حينما يقابله موقف معين أو مشكلة محددة وعليه يمكن القول بأن التصنيفات الثلاثة للأهداف وهي المعرفية والوجدانية والمهارية ومستوياتها المختلفة ينبغي أن تراعى من جانب مخطط المناهج الدراسية وذلك في أثناء عملية بناء المنهج المدرسي أو تطويره كما ينبغي أيضا أن تراعى من قبل منفذ المناهج الدراسية وهم المعلمون وذلك بهدف تحقق الأهداف المرجوة من المناهج الدراسية في العملية التعليمية